الكلية اللي جاء يكلمكم عنها اليوم هو واحدة من اقرب الكليات القلبي ومن اكتر الكليات اللي برشحها للطلاب بالذات طلاب المرحلة الثانية كلية الخريج بها ممكن يتقال عنه دكتور وممكن يتقال عنه مهندس وممكن يتقال عنه الاثنين مع بعض وبتجمع في الدراسة بتاعتها مناهج اكتر من كلية زي علوم وصيدلة وبيطاري والكلية دي برا مصر بيسموها علوم الحياة اما احنا هنا في مصر بيسميها كلية الزراعة كلية حقيقية مش اخدى وضعها خالص ولا واخدى حقها خالص وللأسف طلاب كتير مش بيكونوا عارفين اهمية الكلية دي وقال دي هي كلية عظيمة ومستقبلها كويس ومجلاتها متنوعة جدا جدا فوق مما تتخيل صديقي الناس فاكرة ان زراعة يعني انها هزرع وبس ما يعافش ان الموضوع بيدخل في حاجات اكتر من كده زي حيوانات ودواجن ومعامل تحليل ونباتات وادوية وكيمويات وحاجات تانية كتير صديقي كتير يعني بجد فعشان ما حمسكوش اكتر من كده تعال ايلا نتكلم عن كلية زراعة وليه انا شايفها من الكليات العظيمة والجميلة والجامدة جدا واللي فعلا ممكن تكون عاوض ربنا لطلاب كتير جدا فلو عايزين تعرفوا اكتر عن كلية زراعة انت عارف انت هتعمل ايه هتنسى تعملي لايك هتعمل سبسكرايب وانتابع الحلقة للنهاية انا طالق صادق وانت بنوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معكم طالق صادق افكركم ان انا في القناة بلقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخلش على الاب اللايك الحلوة بتاعك وكمان تسبسكرايب واعذروني لو صوت متغير شوية بس انا فعلا تعبان وتعبان شديد جدا 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 وعشان اصبر لكم الحلقة دي انا اخد كمية حقن وحبوب يعني اتهد جبل فقدر تعب ده بانك ما تستخصرش في اللايك والسبسكرايب وتعال انا نتكلم على طول عن كلية الزراعة اول سؤال كده ممكن نسأله لنفسنا هي كلية الزراعة بتاخد مين بالزبط هقول لك يا صديقي ان هي بتاخد من طلاب علمي بس سواء علم علوم او علم رياضة فللاسف حبيبنا في ادبي ملكوش مكان في الفيديو ده بس كملوه ويمكن ترشحوه لزميلكم عادي يعني والكلية متنوعة بشكل صديقي انت لا تتخيله والكلية صديقي دي متنوعة جدا بشكل انت لا تتخيله لدرجة ان اقسامها تتجاوز العشرين قسم بس دعك صديقي هما اكتر من عشرين قسم لكن مشارطة الجامعة انت تتخيلها يبقى فعلا 20 قسم او اكتر من عشرين قسم ممكن تدخل الجامعة فيها 6 اقسام بس ممكن 5 اقسام بس ثلاث اقسام بس فتأكد الاول يا صديقي الجامعة انت في الغالب ستدخلها فيها كام قسم لان ممكن ا докلمك الي اليوم عن اقسام معينة واأيلك اسماء اقسام معينة تتشدي ليها لكن تتصدم بعد ذلك أنها ليست موجودة في الجامعة التي تريحها فأحسن حاجة أن تحاول تتواصل مع الجامعة أو تتواصل مع الكلاب بشكل شخصي أو طلاب فيها أو تتحدث الطلبة منها أو أي أن يكن وتسألهم الأقسام الموجودة في كلية زراعة جامعة كذا أقسامها كم قسم وأقسام إيه والأقسام دي صديقي زي أقسام إنتاج حيواني وإنتاج دواجن قسم محصيل وفواكه وكمان أمراض النباتات وكمان علم الحشرات وقسم إلشاد زراعي وغيرهم 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 كثير قوي صديقي وبصراحة لا أريد أن أقول لهم كلهم علشان وقت الحلقة وللأسف لأن أقول لكم هما أكثر من عشرين قسم وليس أقدر أتكلمك عن كل قسم بتعمل في إيه ولا تعمل في إيه فحاول بعد الحلقة دي لو أريد حلقة تفصيلية عن الأقسام بس أكلمكم عن أقسام كلية زراعة وكل قسم بتعمل في إيه اكتبوا لي تحت في التعليقات لو أنتم بقى مش عايزين حلقة بحالها وكده ممكن يطلع مثلا في لايف وقولها لكم أو ممكن أن تذهب وتبحث عن الموضوع بنفسك شوفوا إيه اللي يريحكم وكتبوا لي تحت في التعليقات وأعناها الاتنين لكم الأقسام اللي أنا قلتها دي صديقي في الغالب بتكون لطلاب علم علوم أما علم الرياضة بيبقى لهم كده قسم حلوة جدا وأنا بحبه بالمستوى الشخصي يعني وهو قسم الهندسة الزراعية القسم ده عن طريقة صديقي تقدر تتخرج تبقى مسؤول عن تصميم شبكات الرأي أو تصميم الحضائق والمنتزهات مثلا في العاصمة الإدارية الجديدة نعمل حضائق ومنتزهات فنحن نحتاجين حد يكون خارج القسم ده عشان يبدأ يخطط لنا للحاجات دي بتتعامل إزاي وإزاي نحط لها شبكات الرأي بتاعتها اللي تخليها دايما عندها ميا بتشرب منها وعايشة منها عن طريقها هل تنفسك بروح أنا أتكلم أنا آسف يعني تقدر تقول إن الوظيفة بتاعتك متاحة دلوقتي جوه مصر حتى من الشغل اللي مصر دلوقتي بتعمله تعالي نفترض دلوقتي يا صديقي إن إحنا عندنا طالب من طلاب علم علوم عايز يدخل القسم بتاع علم الرياضة أو طالب من طلاب علم الرياضة عايز يدخل الأقسام بتاع علم علوم ومش عاجبه القسم بتاعه يعملوا أي طريق؟ هل هي مقفولة قد صادهم وخلاص كده معلش مش ينفع تدخلوا الأقسام دي؟ هقول لك لا يا صديقي وإن في حاجة تتعمل اسمها معادلة دي بتبقى بكل بساطة إن إحنا بنجيب مثلا طالب علم الرياضة اللي عايز يدخل أقسام علم علوم بنقول له تعالى كده قبل الدراسة أنت عايز تدخل القسم ده فتعال قبل الدراسة نعلمك المواد اللي أنت مخدتهاش اللي هتفيدك في القسم ده يعني مثلا كطالب علم الرياضة ما درستش أحياء تعالي نحن نديك أحياء وعن طريق الأحياء اللي أنت تدرسها دي بأنت كده زي طالب علم علوم فتقدر تدخل الأقسام بتاعته وديتعاش بأنك تعمل معادلة فما تلاقاش في الجامعة بتاعتك فتزعل مني إن أنا نسيت أقول لك معلومة زي دي فإن شاء الله إن شاء الله كل الملحوظات اللي قدر أقولها لك خلال الفيديو ده مش هبخل عليكم بيها وحقيقة كلية بقرار للك تاني من أحسن وأجمل وأجمد كليات الموجودة في مصر وليها مستقبل وليها مستقبل على فكرة للولادة أكتر من البنات دي ممكن لا أسباب لسه ولها لك دلوقتي بس لها مستقبل للتنين بس الولاد فسطوركم عظيمة جدا في كلية زي دي لأن في مجالات تقيلة شوية 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 ثلاثة أربعة بتبقى محتاجة وولادة أكتر من بنات لكن وظيف البنات موجودة ومتاحة وكتيرة بس بأكلمك كولاد بيكون شغلهم متنوع أكتر لكن في الأول والآخر الكلية حلوة للطرفين وبالمناسبة أنا أختي خارجة الكلية دي وكمان معها ماجستير في الكلية دي فأنا اكلمك من واقع خبره لكلية معها أختي خارجة منها فيها بنت عمي وهنا بنت خالي فأنا اكلمك عن كConية العيلة لم يتıldıقلا للكلية دي تعال اتركي يا صديقي أكلمك عن الدراسة في القلية دي بتمشي كيفية؟ بإностиطة تشد حالك تأهدرات كثيرة لأنxt متяти Northern عن طريق مجموعك الكلي او التراكمي بتاع السنتين يعني دلوقتي بتعمل حاجة كده زي التنسيق اللي انت عامل عشان تخل الكلية بس اسمه تنسيق داخلي بتحط الرغبات بتاعتك انت عايز تدخل اقسام ايه وبأولوية الدرجات ومين اعلى بيدخل القسم اللي هو عايزه فانت مثلا بتحط قسم كذا وبعد كده قسم كذا وبعد كده قسم كذا جينا نشوف اول قسم الان ان الطلاب كتير جايبين اعلى منك كتبوا من القسم ده فخلاص القسم ده تملك فانبصع قسم التاني لانا درقتك جايباه وانت سابق الناس اللي حواليك تدخله ان شاء الله فريح نفسك من البداية وحتى تقديرات كويسة في قولة وتانية علشان تقدر تدخل القسم اللي انت حبه واول ما تشاور عليه وعايز اقولك يا صديقي ان سنة اولى فرصة مهمة جدا ما تضيعهاش لان في السنة دي المواد بتكون قليلة وكمان بتكون فيها مواد كتير اغلى من المناهج اللي انت درستها في سنوية عامة زي الاحياء والكيميا وغيرها فالمنهج بيكون متشابه فبيكون سهل لك انك تجيب تقدير فحاول تجيب فيها تقدير كويس علشان يخدمك بعد كده في التقدير التراكمي اللي هو ملخص لاربع سنين اللي بيكتبلك في شهدتك فانت لو جبت في سنة قولة امتياز او جايد جدا هيساعدك جدا باقي السنين وطبعا بفكركم ان الكلية دي زي كليات كتيرة جدا 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 فمصر دلوقتي شغالة بنظام اسمه نظام الساعات المعتمدة لو عايزين حلقة كاملة عن نظام الساعات المعتمدة اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله بعد سلسلة الكليات هعمل عنه حلقة مخصوص افهمكم فيه يعني ايه ساعات معتمدة ولازم تكون عارف يا صديقي ان كلية زراعة من الكليات العملية يعني ايه طريق بقى كلية كلية عملية يعني كلية بيكون لها ساكاشن والساكاشن بتطول جدا بتاعت ساعتين وثلاثة واربعة وبتشتغل فيها بايدك عن طريق انك بتاخد عينات وبتشوف تحليل وبتمسك ميكروسكوب وبتمسك ادوات وبتشرح وبتعمل كل حاجة ايه يا صديقي بتشرح زي ما انت سمعت كده في بعض الاقسام يا صديقي بيشرحوا فيها صراصير وبيشرحوا فيها فران وبيشرحوا فيها حاجات غريبة وانا اختي كانت بتشرحهم وكانت بص يعني تلاقي كده جايبالك كده فار متشرح شوف يا طارق الفار متشرح كميل ازاي ايه المبهج والحلو ان انت مشرح لي فار فادلوقت انا عارف ان في زميلتي الكيوت خالص جدا اعرفت ازاي طرق اللي امسك سراصير وشراحة ازاي امسك فران وشراحة يا صديقي هجا اقولك عزيزتي ان مش كل الاقسام فيها تشريح فلو انت ارفانة او خايفة او ايا يكن خلاص ما تختاريش الاقسام اللي فيها تشريح رغم ان بالملاسبة او قلبك كده ودخلي قسمة منهم وبدأي شراحي ستجد في سكشن في الثاني في الثالث خلاص بقى قلبك ميت زي اخت الله يمسيها بالخير فما تخليش الحوار دع عقبة ليكي يعني طلاب مثلا طب بشري لو انت كنت ادخل طب بشري ودلوقتي ازال انك دخلت الزراع انت كنت انك هتشرح جسس حضرتك تعال بقى يا صديقي اكلمك عن فرص العمل بتاعت كلية زراعة كلية صديقي بقولك ان فيها اكتر من عشرين قسم فبالتالي انت لازم تكون عارف ان مجالاتها متنوعة جدا لان كل قسم ممكن ينشغلك وظيفة او اثنين وثلاثة فلو قلنا مثلا تلات وظيف من القسم الواحد تضربهم في عشرين قسم بس حوالي ستين وظيفين مختلفة ومجال مختلف يعني مثلا تعدي تعمل في شركات الادوية وتعمل في البنك الزراعي وكما تع tiers تعمل في وزار الزراعات وتعمل في شركات الاغذية وكما تع Tangיע وتعمل في مهندس جودة الم التامل وتعمل في الشركات الاستراز والتصدير وكما تعلم في شركات الكيميى ستذكرنا بقي تدخل مجال آمام والاستزراع السمكي والمجالات التي التي تحملها باعتماد السجد اصلا تركن ده كله على جنب وتروح تعمل دبلوم التحديل الطبية وتفتح معمل وانا اقول لك ان الكلية ممكن يتقال لك منها دكتور ممكن يتقال عنك مهندس عادي جدا حلوة يا طارق انا اتشجعت جدا للكلية وحبتها وحسنت انها عوض ربنا لي وده مستقبلي كلمني بقى عن الحاجة اللي بتقلقنا يا طارق تنسيق الكلية عامل ازاي انا اجبتلك تنسيق السنة اللي فاتت علشان اقول لكم تنسيق الكلية كان عامل ازاي وانت بقى بتقديرك الشخص يشوف هل انت قريب ولا بعيد الحد الادنى السنة اللي فاتت لطلاب علم الرياضة كان 261 درجة يعني 63.6 من 10 في المية اما لطلاب علم علوم كانت من 280 درجة يعني 68.2 من 10 في المية وربنا يجعلها يا صديقي من نصيبك لان بجد الكلية من الكلية اللي بحبها وان انا واثق ان ان شاء الله هتشد حيلك فيها بيبقالك فيها بمستقبل وعوض ربنا هتشوفه وفي الاول والاخر بفكركم ان النجاح شخص مش كلية فانت لو شخص ناجح صديقي مهما كانت الكلية اللي انت هتدخلها هتنجح فيها ان شاء الله اما لو انت شخص مش شايف انك انسان ناجح او انسان عنده طموح او انسان عنده غاية لو انت دخلت كلية ايه مش هتنجح فدايما يا صديقي ثق في نفسك مهما كانت كليتك او المعهد بتاعك وبس كده صديقي تكون حلقة النهاردة تمت بحمد الله اتمنى انت كمان تكون دعمتني وانزلت عمتيه لايك حلو زيك وعمتيه سبسكرايب ولو عندك اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات ولو عندك اي كلام حلو ممكن تكتبوا لي شجعان ان انا كمل برضو ما تبخلش علي فيه في التعليقات ولو لسه مكمل حلقة الغاية دلوقتي انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان نعرف من صاحبنا اللي كملوا الحلقات للنهاية اتمنى الحلقة تكون عجبتكم واتمنى تكون فائدتكم كان معكم طرق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة